عقدت فعاليات الاجتماع التاسع والثمانين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في مقر الأمانة العامة لجميع الدول العربية يناقش الاجتماع الذي يستمر يومين عددا من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله ومنها آخر المستجدات بشأن عقد مؤتمر الإسكان العربي الثامن كان العربي الثامن وموضوع العمران المستدام تحديات وأمال واعدة بالجزائر عقدت فعاليات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم قطاع الإسكان والتعمير من النقاط القطاعات اللي دائما ما يكون لها زخم عالي لارتباطها بالاستقرار والشعوب بشكل خاص لذلك نجد اهتمام منقطع النظير من قيادات ولوك ورأسات دول العربية لهذا الموضوع بشكل خاص بكل تأكيد التعاون بين الدول المستمر بين اليوم المجموعة من القرارات اللي كان لها أثر إيجابي على التعاون وتبادل الخبرات والعمل على مختلف مستويات الأعمال في القطاع السكني خلال الاجتماعات تم مناقشة التحديات التي تحيد بالتنمية في المجتمعات العربية خاصة ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة من تدمير للبنية التحتية هي المساعدات احنا اكثر ما يهمنا طبعا احنا منعرف التزام اخواننا في الدول العربية والدول الإسلامية في قضية إعادة الإعمار لكن نحن اليوم في صدد المساعدة الفنية ونقل الخبرة من إخواننا في الدول العربية لإعادة الإعمار وخصوصا هم في عندهم تجارب سابقة ونحن نأمل أن نطلع عليها وأن يكون لهم دور كثير في إسنادنا فنيا تمهيدا لقضاء إعادة الإعمار تم مناقشة التعاون مع برنامج الأمم المتحدة المستوطنات البشرية وكذلك التقدم المحرز في متابعة تنفيذ خطة تنمية المستدامة 2030 العالمية والخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضارية تحديات عديدة تم طرحها على دولات مناقشات المكتب التنفيذي لوزراء الإسكان العرب لمجابعة التحديات التي تواجهت تنمية المستدامة في المجتمعات العربية وخاصة فلسطين في ظل استمرار الاعتذاءات على الشعب الفلسطيني وتدمير البنية الأساسية من داخل أروخات الجامعة العربية منذر أبو دوح أني الأخبار